تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات تدخلان في إطار استعدادات لمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة للاستحقاقات القادمة وكان أسود القاعة للإشارة قد واجهوا وديا في وقت سابق من الشهر الماضي في لقائين وديين منتخب البرازيل متصدر التصنيف العالمي اللقاء الأول انتهى بالتعادل من دون أهداف في منتها الثاني بانتصار البرازيل بأربعة أهداف لوحدة نوقع بالمغرب حيث تواصلت أمس في يومها الثاني منافسات دور أبطال إفريقيا للسيدات في نسخته الثانية فلحساب الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثانية التي تقام مبرياتها بالملعب الكبير لموراكوش تغلب حمل اللقب ماملودي سانداونز الجنوب إفريقي على بيلسا كوينز من نيجيريا بهدفين لواحد سانداونز تصدر بذلك المجموعة بثلاث نقاط منصفة مع مازينب الكونغوري المنتصر في اللقاء الآخر بالمجموعة على وادي دجل المصري بهدف وحيد هذا وكان فريق الجيش الملكي قد استهل مشواره في البطولة أول أمس بالانتصار على سينبا التنزاني بهدف وحيد في انتظار مواجهته غدا لفريق بوفاولاوز الزامبي الذي كان انهزم في الجولة الأولى أمام ديترمينز جيرلز من ليبيريا برباعية نظيفة كرة القدم أوروبيا اللحظة وحديث عن مسابقة دور أبطال أوروبا ومساء اليوم تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال والتي ستحسم في هوية البطاقات الأربع الأخيرة لأصحاب دور الثمون البطاقتان اثنتان ستتحددان مساء اليوم وذلك بالمجموعة الرابعة كل أندية هذه المجموعة معنية بأمر التأهل وإن بتفاوت في النسبة تتنهم الإنجليز المتصدر المجموعة بثماني نقاط يلعب بخيار التعادل فقط لحسم تأهله حين يحل ضيفا على مرسيليا الفرنسية الذي يتوفر على ست نقاط وحده الفوز سيكون ضمانة لفريق الجنوب الفرنسي لإكمال مشواره في المنافسة على أن المباراة الأخرى في المجموعة فتضع سبورت إنجليز بون البرتغالي وإنتراخت فرانكفورت الألماني كل منه يتوفر على سبع نقاط ما يجعل المنتصر متأهلا في باقي المجموعات فريق بايرن ميونيخ والأنتر ميلان الإيطالي وبعدما حسم أمر تأهلهما منذ الجولة الماضية يلتقيان في مباراة شكلية من أجل ختام مباريات هذه المجموعة فيما يظهر بارشلون الإسباني للمرس الأخير هذا الموسم في دوري الأبطال يواجه فيطوريا بيرزناتشيكي قبل الانتقال إلى خوض منافسات الدوري الأوروبي هذا ويتطلع فريق نابولي المتأهل سلفا إلى أن يصبح أول فريق إيطالي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة منذ ميلا في العام 93-900 ألف وذلك بالمجموعة الأولى حين يحل ضيفا على ليفر بول الإنجليزي أخينا وبالمجموعة الثانية يشتد رهان الصدر بين كلوب بروج البلجيكي وبرتو البرتغالي بعدما ضمن التأهل سلفا بروج المتصدر الحالي يلعب بميدان باير ليفر كوزن الألماني وبرتو يصطديف أتليتيكو مادريد الإسبانية قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن انطلاق منهائية كأس العالم بقطر تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة روسيا ضربة مجعة بإعلان لاعب وسطه ولاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوكبا غيابه رسميا عن منتخب الدياكا في المونديال بسبب الإصابة محامية وكيلة أعمال اللاعب أوضحت أمس في تصريحة صحفية أن الفحوصة الطبية التي أجراها بوكبا في اليومين الماضيين أكدت أنه لا يزال بحاجة إلى التعافي بعد العملية الجراحية في الركبة التي أجراها في شتنبر الماضي وكان بوكبا استأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة ستؤخر شفاءه بوكبا للإشارة بات ثانية لاعب في المنتخب الفرنسي سيغيب عن كأس العالم رسميا بعد لاعب تشيلس الإنجليزي نغولو كانتي الذي أعلن غيابه سابقا أيضا بسبب الإصابة في كرة المضرب وفي بطولة باغي بغسية للماسترز للألف نقطة الإيطالي يانيك سيناير خرج من الدور الأول للبطولة بخسارة أمام سويسري مارك أندريا هوسلر بجولتين دون رد الكرواتي مارين سيليتش هو الآخر ودع البطولة بخسرته أمام الإيطالي رورينزو موزيتي بجولتين نظيفتين بواقع ستة أربعة في كل مجموعة الأخير يلتقي في الدور القادم مع الجورجي نيكولوس باسي لاشفيليا الفائز على الفرنسي كونتان هالس الصاعد من التصفيات بستة ثلاثة وستة أربعة بأخبار كرة المدرب وبطولة باغي بغسية للماسترز للألف نقطة نضع نقطة نهاية صباح الرياضة أشكركم على طيب الإيطالي